اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامج كلمة اليوم باللغة العربية وكلمة اليوم هي كلمة الزفاف وتعني عرس زواج عيد الزواج كران نقول في الأمثلة الآتية سيكون الزفاف في حي مصر الجديدة تتمنى الوالدة أن تقيم لابنتها أكبر حفل زفاف في المحلة الكبرى تود الغالة السفر إلى السودان لحضور الزفاف ابنة صديقتها المقربة سيكون الزفاف بعد عقد كران في أي ساعة بالتحديد تبدأ مراسم الزفاف كيف تم عرس أختنا الصغرى حضر جمع غفير في زواج المهندس عبد الفتاح ابن الفلاح بابنة تاجر القرية بذكرى عيد زواجهما قالت الزوجة لزوجها كل عام وأنت نجم يتلألأ في سماء حياتي كل عام وأنت أمل الماضي والحاضر والآتي في ذكرى زواجنا أقول لزوجتي الغالية دمت لي زوجة محبة ووافية ومخلصة ورائعة السادة المشاهدون إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وفي الختام لكم مني ومن فريق العمل كل التحية والتقدير طابت أوقاتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر